أكثر من 150 محضر قضائي من مختلف ولايات الوطن شارك في الملتقى الدولي للمحضرين القضائيين في طبعته الثالثة وكذا من دول إفريقية على غرار بورك نافاسو الكاميرون ونيجيريا وجاء هذا في إطار إصلاح العدالة وتنمية المعارف العلمية والاستثمار الوطنية هذا يدخل ضمن برنامج تكوين ولتنمية المعارف العلمية والتعريف بالمحضر القضائي عرفناهم بأن مهنة المحضر هي مهنة حرة ولا لها مسابقة بعد مدة من تخرج الطلبة طلبة المركز الجامعي استحسن هذا الملتقى الذي علج مهام المحضر وآليات التنفيذ وكذل اهتماماته بإشكالات كثيرة عادة ما يطرحها المواطن قد التحقنا بهذا الملتقى من أجل الاستفادة من معلومات وأفكار ومعرفة ما هي صلاحيات المحضر القضائي نحن كطلبة استفدنا من الملتقى الدولي حول مهنة المحضر القضائي بالتعرف أكثر على مهنة المحضر القضائي وكيفيات والقوانين الخاصة بضبط هذه المهنة وتبقى هذه الجلسات العلمية والملتقيات الأكاديمية لها دور في الدفع بتنمية المعارف وإثراء التقافة القانونية وتشكيل نخبة يعول عليها في الآفاق المستقبلية خاصة فيما يتعلق بقطاع العدل والقانون الذين يشكلان العصب الحساس في المجتمع